جنس الإنسان والصفة الثانية وعمل الصالحات إيمان ثم عمل إيمان ثم عمل بالصالحات بالأعمال الصالحات وتواصوا بالحق هذه الثالثة تواصوا بالحق الذي هو الدين الذي أنزله الله جل وعلا تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا بالتمسك بهذا الدين يتواصون فيما بينهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر يدعون إلى الخير وإلى الهدى وإلى النور هذا هو التواصي بالحق التواصي بالحق هو بيان الحق للخلق والإرشاد إليه وهداية الخلق إلى ذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة والإرشاد والبيان والدعوة إلى ذلك وحث الناس على الخير هذا من التواصي بالحق والرابعة وتواصوا بالصبر تواصوا فيما بينهم بالصبر على التواصي بالحق لأن التواصي بالحق يحتاج إلى صبر يحتاج إلى مصابرة يحتاج إلى تحمل ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه أن يصبر قال الله واصبر واصبر ثم ذكره الله جل وعلا بما كان من حال الأنبياء أولي العزم من الرسل من قبل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كما صبر أولو العزم من الرسل فلابد من الصبر والتحمل فهذه الأربع هي أسباب النجاة من الخسران أسباب النجاة من الخسران